اشتركوا في القناة ونشأت مخاوف حيال ما يطرح في السر وفي العالم عن تغيير في النظام والهوية وعن مؤتمر تأسيسي وعن مسالسة في الحكم تضرب صيغة العيش المشترك المسيح الإسلامي المشبه بنسر ذي جناحين وعن غيرها من بعد بلشت الدور نقاشات طويلة بين الحاضرين لأكتر من أربع ساعات من الوقت بدون شدوى الأعمال تم تطرق فيها لطرق انهاء الفراغ الحكومي والتفتيش عن حلول لكل الأزمات العلقانة بالبلد خاصة الاقتصادية والمعيشية منها اضافة لدعم الدولة ومؤسسات الدستورية وغيرها رغم الأجواء الإيجابية لنقالتها خلوة أمين سر تكتل لبناني الأوي النائب إبراهيم كنعان وعضو قتلة الجمهورية الأوي النائب جورج عدوين قبل اللقاء إلا أنه مصادر كانت حاضرة بقاعة اللقاء كشفت أنه أخد ورد حاد صار بين اسلامين فرانجي والنائب زياد أسود حول تشكيل الحكومة بلشت لما طالب فرانجي تيار الوطن الحر بالتنازل عن الوزير اللي 11 والتلت المعطل وقال حزب الله صبوره ما رح يتراجع فلفت باسيل إلى أنه ما لازم نختلف بالأساسيات وأهم حصة رئيس الجمهورية وحقه والتجربة برهنت بهذا البلد أنه ما مناخد حقنا إلا بالمعارك السياسية بعد ما خلص اللقاء تل المسؤول الإعلامي بالصرح البطرياركي البيان الختامي اللي تم تعيين نجني خاصة لصياخته بتضم النواب إبراهيم كنعان جورج عدوين سامي جميل أصفان الدويهة فريد الخازن وهدي حباش بحضور المطران سامير مظلوم فشدد البيان الختامي على ضرورة التعاطب مسؤولية بالشأنين الاقتصادي والمالي والساعة المشترك لضبط حسابات المالية العامة ووقف الهدر ومكافحة الفساد أكد المجتمعون على التزامهم بالوجدان الماروني وثوابته الوطنية التاريخية وخصوصا لجهة العلاقات التي تجمعهم على قواعد المسالمة والغفران والتعاون بالرغم من تعدد الخيارات السياسية وتعهدوا مواجهة التحديات المقلقة المذكورة أعلاه وعرفت النشرة أنه في توجه لتشكيل لجنة لمتابعة الملفات الأساسية اللي انطرحت باجتماع بكركة ليتم تفعيلها بالشكل المطلوب محمد زهوي تلفزيون نشرة ترجمة نانسي قنقر